وما بتكمل الايام التاريخية اللي عم بيعيشها هالبلد الا بحضور دكتور عماد امراد اهلا وسهلا فيك دكتور احنا سعيدين دايما بحضورك وانت بالقلب من اهل البيت حدث كبير حدث مهم تطويب البطريال كدويهي بس بدنا نقول انه هي كنيسة كنيسة مطوبة الكنيسة المارونية ببطريال كتاب باديسينة بشعبة بنضالة بنضالة تاريخي والبطريال كدويهي هو سائر على خطى كل اسلافه يلي تقدسوا بالنضال وبالصمود لما بنحكي عن كنيسة بنحكي عن بطريال شعب شعب هام ببطريال كو لحقه سلموا مصيره ومصير البلد ووسق فيه وكانوا هالبطاركي على قد المسؤولين صحيح يعني اول شي بشكرك على الاستضافة بهذا النهار المؤدس وبدي شير لشغلي نحنا بيقى لايف وتقول نحنا لان قلتلي من اهل البيت نحنا بيقى لايف بالأم تي في عملنا بالقليلة اربع خمس حلقات عن البطريال كدويهي وكننا سباقين من اي ناحية نعمل حلقة عن البطريال كدويهي ونطلع بالمجتمع ننسمع وننحضر بما انه على ايف محضورة والأم تي في كتير محضورة نطلع يسألوني انه بس عم تحكي انه البطريال كدويهي صار له 300 سنة ميت وين بعدنا وين رايحين وليش بعد ما تطوب وليش بعد ما صار قديس في فلان وفلان وفلان ماتوا من عشر سنين وعشرين وخمسين سنة صاروا قديسين بنرجع منقول بالحلقات اللي حكيناها عن البطريال كدويهي وعن البطريال كدويهي دور الروح القدس مع البطريال كدويهي من اول نهار ولادته للألفان واربع وشرين هو رسم مسيرته كيف رسم مسيرة الروح القدس رسم مسيرة البطريال كدويهي المارونية وكان الى جانبه الروح القدس هو اللي بقرر والكنيسة الجامعة أكيد هن اللي بيقرروا قامتنا التطويب وقامتنا التقديس منسلم أمرنا للروح الأدوس لربنا يسوع المسيح ولأمنا العذرة منعرف أنه كل شخص بيستحق مطرح ما يكون واليوم هيدا التطويب اليوم هو أكبر دليل اللي كنا عم نحكيه بحلقاتنا بألايف وقتا كنا عم نكرم نحن البطرة كدويهة بحلقاتنا يلي أكيد مختصرة واليوم منرد على كل اللي كانوا يسألونا ليش البطرة كدويهة بعد 300 سنة واليوم 320 سنة من وفاته بعد ما اتطوب منقل لهم إجا الوقت يلي الروح الأدوس هو اللي بيقرر قرر أنه يكون بال2024 طباوي على مسيرته التقديسي يعني نحن عم نلحق رزنامة السماء طبعا ومنوسع فيها لأنه موعيدة وعودة غير لموعيد الأرضي صحيح وهيدا أكبر دليل أكبر دليل أنه يسوع المسيح وإمنا العضرة اللي كانوا مرفقين البطرة كدويهة ومنعرف قدير رفاءته العضرة للبطرة كدويهة والروح الأدوس قام تنقرره يعمل العجيبة للي بتعتمدها الكنيسة البطرة كدويهة عمل عدد كتير كبير من العجيء بأيامه ولكن اختيار الحدث لهذه العجيبة هو تتطوب بالألفين وأربع عشرين لأنه الرعية بحاجة إلى البطرة كدويهة اليوم لبنان بحاجة إلى البطرة كدويهة اليوم مسيحيين العالم بحاجة إلى قادة زمنيين وقادة روحيين بمستوى وقيمة البطريارك هيدا الشي نحن منعده حلم وانطرناه كتير اعتبرناه الديس وأنا كنت سميه الديس هون شعبياً اعتبرناه الديس ولكن مننطر كان الفترة المناسبة رسمياً شعبياً اعتبرناه الديس من زمان ونصليله ونشفع فيه ونقول أنه يا بطرة كدويهة كون حدنا يا بطرة كدويهة شفين لكذا ولكن التوقيت هو بإيد الكنيسة ولكن الكنيسة المارونية متما أنت قالت دايماً بزمن أداسي البطارك الموارنة الـ 77 البطرة كدويهة هو الرقم 57 البطرة كدويهة الراعي 77 من البطريارك الأول مريوحنا مارون البطريارك بشارة الراعي كل هالمسيرة هي مسيرة أداسي ولكن في مسارة نضال نحكي عنها أكيد سنحكي عنها المسيرة بس خلينا كمان ننتقل مباشرة لأهدن يلي عندها موعيد هالكم يوم إن كان اليوم ببكركة أو بكرة بأهدن وإضاءة كمان على الفرح الكبير اللي عم بتعيشوا أهدن اليوم مع زينة بصير شامون فضلي زينة اللي يعني من بيت أخته ليوسف بك كرام انتقلنا على المكان الذي سيجرى فيه الديس الشكر بكرة بأهدن يلي هو هذا المكان عم يتحضر ليلي بهذه المناسبة أكتر من أربعة حوالي أربعة آلاف كرسي موجودين رح أشخاص رح يكونوا موجودين لحضور هذا القداسي اللي رح يكون على رأسه البطريارك الماروني من المتوقع أنه أكتر من ألف شخص رح يوقفوا كمان طي يحضروا هذا الديس بشوارع حيثوا وضعت شاشات كبيرة إلى جانبي منفذ هذا المسرح بودي برغشة بودي أدي أخذ وقت هذا المسرح ومن تصميم مين وفسر لي ماذا يعني أول شيء من بسط نحن أنه الان تي في موجودة معنا هون هيدا أكيد من تصميم ترازة يمين هي زميلتنا والتنفيذ كان لقلي أكيد الفكرة هي عبارة عن الحياة البطرق قصفين الدوايهي كيف مرئت يعني نحن مثل ما بنعرف أنه كان عايش بالجبال هون بين منطقة أهدن كسروان ورجع كف حياته بأيام العثماني وقت الهروب نزل على وادي أنوبين وأكيد مثل ما نكون شايفين التضاريس هون بالدل على ارتفاع الجبال يلي نزل على تحت لكعب المطبح تحت الأربان الكبير يلي هو ودي أنوبين وخلال هيدا المشهد عم تشوفوا أنه فيه كناية وفيه إباب وفيه أديرة وفيه صور لأيقونات أكيد أيقونت البطرق وأيقونت ودي أنوبين يعني العذرة بسيدة أنوبين يلي هو كانت سيدة النساء بيعتبرها ومثل ما تشوفوا هيدا المراحل من ضمنه فيه الإنجيل الكبير يلي علياه كتيبة وهي الكتيبة مكتوبة باللغة الإيطالية يلي هي لأحدى الباباويت بهايديك الأيام يلي بيبعث فيها تهني على البطرق قصفان وبيذكروا فيها أنه أنت أكيد لح تكون قديس لأنه أنا ما هني شايف أعمالك وتصرفاتك والشيء اللي عم تتعامل فيه بيه حياة المسيحية إلا أداسة وأكيد عم الأربان الكبير يلي هو كلنا عايشين على أمل هيدا الأربان وعجيب بطرق قصفان تصلنا لبلد كتير فيه سلام بقى ونلاقي حل نقدر نعيش من كيف حياتنا بودي تفاصيل أي ساعة لازم ناس تجي البداوين أي ساعة لازم يكونوا تبشان نخفف من عجقة السلام هلأ مبدئيا أكتريت العالم فاتت على الباركود وأخذت حجوزات وهيدا بس نسبة لضخامة الحشود اللي حتكون موجودة نحنا هنفتح الأبواب هون من الساعة أربعة إذا قلرات تحتى الناس تقدر تفوت قبل بوقت وتبلش تأعود تاخد محلاتها هلأ نحنا الطرقات تقريبا بأهدن اللي حتكون مسكرة كلياتها يلي بتوصل لهم يعني ما في غير الموشات بقدروا يوصلوا أو البصز يلي بياخدوا العالم عن الطرقات التحتنية ويجيبوها لهون هلأ بطمنى على كل الناس أكيد هو هيدا نهار مقدس نهار لكل الاحتفال يعني بطمنى على الكل يحترموا هيدا الموضوع وبنفس الوقت أنه يحسوا أنه هني فيهم ما يزعلوا أو يتضيقوا من أي شيء لحيصير لأنه الناس أكيدة بنفس الوقت طالعة تحتفل نتمنى عليهم يعني اللي هيوقف جاي يحتفل واللي قاعد هيدا حظوا ألاقا كرسي وقاعد يعني بالنهاية أكيدة أكيدة لأنه أنا عرفت أن الحجوزات ضغري سكرت من أول يومين صوالأشخاص اللي ما إجيها حاس أكيدة بتقدر تحضر إن كان على الشاشة الكبيرة أو كان بضواحي هذا المدرج إلي في مشهد شوي مؤثر أنه عندنا كرستين فقط أماميتين وقدام الكل وهذا ما بنعرف إذا كانوا للبطريارك السفير البابوي أو لرئيس مجلس النواب ممثل رئيس النواب أو لرئيس الحكومة ولكن الأكيد نقصن كرسي مهمة هي كرسة رئيس الجمهورية يلي كل أهل أهدين وكل اللبنانيين عم بتمنوا من مقارق صفين طبيعي أنه يصير من إحدى عجائبه يصير عندنا رئيس الجمهورية بأقرب وقت على هذا المسرح رح يكون فيه البطريارك الماروني رح يعيونه اللفيف كبير من البطاركة والخوارنة كما أنه الكراسي شفت عددهم كتير كبير جاي عدد كبير من الكاردينالية البطاركة من كل الطواقف اللبنانية فإذا غدا هذا المكان على موعد مع أديس الشكر وغدا أهدين بتشكر ربه على هذه النعمة والسابت رح يكون الأحد رح يكون فيه أديس كبير بالديمين وأسبوع الجاي أكيد إن شاء الله ننعم بحياة فيها سلام وما نعيش بقى هيدا اللي عم نعيشه من خطر الحرب والتهديدات نبيل إلي ما إلي جورج زينة بوسك يعطيك ألف ألف توني هون كله توني توني سيد البدكة كله هون توني وسليفين ألف عافية يعطيك ألف عافية شكرا لأيلك زينة دكتور مثل ما قالنا خط يعني من المقاومة من الجهاد مع البطاركة الأبطال على مدى السنين إذا هيك بدنا نختصر مثل ما أنت شاطر تختصر هالمحطات التاريخية شو فينا نقول عن الشهادة البطلة للكنيسة المارونية من خلال رأس هذه الكنيسة بطاركة يعني مثل ما كنت عم قول قبل الوقفة كانت هذه البطاركية كلها هذه البطاركية كانت عطول بفترة اضطهاد دايما البطاركة لنقلوا مركز بطارياركيتهم لأنه كانوا متهضين إن كانوا بالبطرون أو بجبال أو بوادي أنه بين كانوا متهضين وهذا الاتهات كان أحياناً قد إلى القتل إلى الاستشهاد يعني عنا بطاركين شاهدين يعني هن البطاريارك حتشيتي والبطاريارك حجولة ومش بس شاهدين هن تعذبوا كرمال رعيتهم يعني هذا البطاريارك القائد البطاريارك الماروني القائد كان يكون إلى جانب رعيته مش ورا رعيته قدام رعيته يموت كرمال رعيته يموت كرمال أرضه مشان هيك هذه العلاقة بين الأرض والبطارياركية المارونية بين لبنان الكيين والبطارياركية المارونية لا يمكن الحديث عن تاريخ لبنان الحالي والوسيط والقديم إلا ما نحكي عن البطارياركية المارونية ودورة وعن الموارنة وليمكن حديث عن الموارنة والتاريخة وعن البطرياركية المارونية إلا ما نجيب سيرة لبنان لأن هذه الموارنة ولبنان توأمان لا ينفصلان لا بالتاريخ ولا بالحاضر ولا بالمستقبل مش إن هيك البطرياركية المارونية قدمت شهداء قدمت تضحيات اتطهدت متل ما البطريارك الدوية اتطهد وهرب خمس ست مرات على كسروين يحمو بيت الخازن ويرجع يقول بدي يروح على النبين يروح على المجد المعوش ويرجع على النبين يضيقوا مشايخ بيت حمادي الشيعة ويضيقوا أولاد طرابلس السنة العثمانيين ويرجع على النبين بالضرائب بالضرب أحيانا يعني الشيخ عيسى حمادي ضربوا ولكن كان مسابر على مسامحته سامحوا للشيخ عيسى حمادي سامحهم حتى بيت الخازن وقتأجوا يدافع عنه قالوا ما تتعدوا عليهم هاته يضل في أخدوا عطا مع الآخرين قالوا الشيخ عيسى أحمد هايدي رأبت فيك فيك تدعس عليها صح صح بيقلوا أنا إذا كان شخص يعني أنا مستعد تقلم كرمال يسوع المسيح ولكن لما بتنجرح كرامة كنيستة هايدي هايدي المبقبلة وبدنا نقول إنه هيدا البطريارك يلي مليان قلبه رجع وقوة كان يسامح وما يعمم الغلط على حدا يعني نحن نعرف إنه بها الفترة ما كانوا يكتبوا غير تاريخ المذهب اللي بتتبع لقاله السلطن العثميني هو كتب كل تاريخ لبنان تاريخ المسيحيين الموارنة المسلمين السنة والشيعة والموحدين الدروس وهون أكبر أكبر قيمة لهذا البطريارك أنا كأستاذ جامعي أكبر قيمة التاريخ الكنس الماروني والتاريخ اللبناني فيك تقول بالكرن السادس عشر وتأجية القصادة الرسولية دقق بصحة إيمان هذه الجماعة عن الموارنة إجا قام الأب إليانو يلي هو مبعوث من قبل البابا غريغوريوس الثلاث عشر شف رح شف إنها الموارنة شو دينتون شو إيمانون ليش هل قدق بضيات شو علقتهم بالأرض هل هن خلق دونيين هل هن بيتبعوا الكنيسة الجامعة مثل ما خبرونا أيام الصليبيين إجت القصادة الرسولية حرقتنا كل كتبنا نشكر الله الروح للقدس بعثنا البطريارك الدوية تعامل أبحاثه وقت كان بروما وقت كان بأوروبا جاب لنا المخطوطات نبش فيها تعب الغبرة تطلع منها يكتب بورق تعبين ينبش بورق مهتري إجا على لبنان جيبا معه برام على الأديرة هون وين يروح يتخبى أو يبرم أو يزور الرعاية يجيب كل شيء بلقي مخطوطات تيرجع يكتب تاريخ هذه الطائفة تاريخ هذا البلد وتاريخ هذه المنطقة يعني تصور أدام نفتح الآخرين وأكتر شيء نعرف أنه علاقته بالدروز ولكن علاقته بالمسلمين كان الجيد جدا على الرغم من الاعتداء عليه كانت المسامحة عنده عنوانه الكبير هذا المسيح الحقيقي هذا المسيح المزبوط وإذا ما بدك تكون مسيح مزبوط عبر المسامحة عبر النشاط عبر المحبة عبر الخدمة ما بتكون مسيح مزبوط مية بالمية مش المسيح بالاسم ولا المسيح بالتياب ولا المسيح بالشكل المسيحة هي المسيحية هي بالممارسة وهي كانوا البطاركة الموارنة وهذا كان نموذج البطاركة الدوية بهذه المسامحة وبالعمل مثل ما حضرتك قلت بالنشاط وبالعمل وبالكتابة نحنا منقول نشكر الله البطريار كدويه عطانا مادة نلجأ لتنكتب عطانا مادة يعني نحنا بكل كتبنا اللي بتحكي عن لبنان وعلى المورنة وعلى المنطقة منرجع لكتب البطريار كدويه مثل ما بالكنيس بعدنا اليوم منصلي بكتب البطريار كدويه وكتاباته نحنا كم مؤرخين وكم مفكرين وبالجامعات وطلابنا منعطي تلميزنا يشتغله من كتبات البطريار كدويه يعني عوض غلطة القصادة الرسولية تصور يعني البطريار الماروني عم بعوض غلطة الكنيسة الجامعة بحق شخص يعني عمله الأب إليانو حرقلنا كتبنا حرقلنا تاريخنا حرقلنا صلواتنا تم يقريون كله ونشوف إذا الموارنة مين بيتبعه رجع هو عطانا نفحة نفحة الكتابة نفحة الأمل بأرض ومشان هيك منقول علاقة البطريار كي المارونية بهذا البلد وبهذا الكيان من وراء البطريار كدويه ليه لأنه بدك تحب أرض بك تحب وطنك بك تدرس عنه لازم من وراء التطويب اليوم تكون رسالة للبطريار كي المارونية لأنه اليوم التطويب هو تكريم لكل 77 بطريار لازم البطريار كي المارونية الكنائس الكاتوليكية وحتى كل الكنائس المسيحية والمدارس المسيحية تخلي تدريس التاريخ الكنيسة واجب لو من خارج المنهاج بحصص إضافية هذه رسالة من الام تيفي عم نقولة بحصص إضافية بمقالات بنقاشات مع الإخوارنا مع الرهبان مع الأساذة تيتعلموا تاريخهم لأنه إذا ما تعلمت تاريخك استاذ إلي ما بتحبه ما بتحب وطنك تعرف كيف البطاركي ماته تعرف كيف استشهده شوف قد فيه ناس ضحه كرمان نبقى خلنا نشوف كيف من قاتل الغريب كرمان نبقى عبر التاريخ منحب أرضنا أكتر منتعلق فيها أكتر ما منستعمل عبارة بقى هذه الأرض مش إلنا هذا البلد مش إلنا خلنا نعرف حياة البطاركة دوية نصير نقول هالدولة إلنا وهذا البلد إلنا ورح نبقى فيه لو الوضع عاطل ولو فيه حروب ولو فيه حكام فيسدين بس بدنا نبقى تحتى نحن نغير هايدي مين ترك لنا إياها علقنا فيها هايدي البطاركة دوية بكتابته وكان أصدا عم يكتب عم يكتب حبا بالكتابة حبا بالتاريخ وخدمة للأرض وللإنسان وللبطاركية المارونية تحتى يبين قيمة هذه البطاركية وعلى قطب الأرض يعني هو كتب الهوية هو كتب الهوية كتب الهوية دكتور كنا عم نحكي عن هالبطارك يلي عمل نقد ذاته يعني كان يأنب الكاهن الكسلان كان يدفن الكاهن اللي عمل خدمته تمام كان يدفنه بإداء لما المشايخ كانوا يتخانقوا يلي هن أبناء جلده خلينا نقول ويخلوا سياسة فرق تصد العثمانية تمشي كان يرمي عليهم بالحرم ومنشهد كمان كانوا مجتمعين تحت التيني بقيته يبسط التيني ورمع عليهم الحرم بعدها يبسي لليوم لما دافع عن كنيسته بوج الفرانسيسكان كرمي الحقوق الموارني يعني هذا بطاريارك شجاع ما بيساوي وملهم للكل بدي أختم معك بفكرة عن المناصب والسدة البطارياركية عن حكيت عن البطاركي الأبطال الشهداء كمان كانوا ينقوا بطاركي من النساك صحيح بدنا نرجع نستذكر أنه هو هذا رجل الصلاة البطل يلي هرب وما كان بده البطارياركية مش خوفا من المنصب لأنه هلقد كان متواضح هلقد كان تأخذته الكتيبة حكيلي عن الرزة حكيلي عن هالنساك يلي صاروا بطاركي البطاركي الرزة يلي هن منبقى فوق منبقى أوفى بأهدين يلي هن كمان نساك ثلاثة نساك يعني إن كان مخيل أو ساركيس أو يوسف الرزة هن بطاركي نساك هذا التواضع يلي كان عند البطاركي واللي كان عند البطاركي الدوية خليه يتكل بمسيرته على الروح القدوس كيف يعني ليه هرب البطاركي الدوية خايف من الموت لا خايف من الوجع كمان لا خايف من بات حمادة أو من ولات الترابوس كمان لا ما بيخاف إلا من ربه ولكن ليه هرب لأنه الروح القدوس عم بيقله مسيرتك ما خلصت ليه شفته العذرة بالمدرسة المرونية بروما ليه ليه شفته العذرة لأنه عنده مسيرة بده يجي يعملها بلبنان ليه هون هرب ست مرات أو خمس مرات على كسروان ومر على مجل المعوش وكان يزور الرعاية ويفتح مدارس وينما يروح يفتح مدارس كان عنده رسالة التعليم يوعظ يقعد مع الولاد الصغار بطرك يقعد مع الولاد الصغار يعلمهم هايدي الهرب هي تكمل رسالته الوطنية والتعليمية لا هرب حتى يكمل رسالته الإنسانية كرمال يأكد ويكتب كل اللي شافه ونبش عليه هايدي الرسالة هي رسالة البطاركية المارونية عبر 1300 سنة سبتة على الورقة والألم وسبتة بمسيرته يعني انت كيف بكتشوف اذا الشخص صالح بمنصب عالي بكتشوف في عم يتصرف اذا منقرأ ومنشوف ومنحضر كيف البطارك الدويه تصرف منأكد انه هذا البطاريارك يجب ان يكون بطاريارك ويجب ان يكون مكرم وتباوي وان الله راج الديس لان مش المناصب هي اللي بتعمل التطويب او التأديس الانسان بايمانه بصلاته بمحبته بخدمته ومحبته للناس ومحبته للكنيسة هي اللي بتعمل تعمله طباوي او اديس وكل الناس فيها تكون طبويين و اديسين بسلامت بك دكتور نحنا ممنونينك ويمية على فيك نحنا رح ننتقل للبطارياركية المارونية بيب كركة مع زميلة ماريان زوان والاستعدادات لليوم الكبير ماريان فضلي الي زميلة بدي صفحك بالخير وتحية لضيفك ايضا وبنا نحيي كل المشاهدين اليوم ونحتفل معهم مثل ما كانوا عم بيقولوا زملائي يمكنوا عم بينقلوا هالجو الفرح اللي موجود ان كان بأهدن او مجد لمعوش هو يوم عرس كبير ببكركة الحاليا الوضع هادئ خليني اقول بما انه التنظيمات يعني كانت منتهية من كذا يوم قبل حاليا هي خلينا نقول اللمسات الأخيرة اللي عم تنوضع اللي تكون عم تستقبل كل اللبنانيين اليوم اللي عم يحضرون عم نحكي الي عن اكتر من 8000 مشارك اليوم كل المتسجلين اتخطى عدد المشاركين ل8000 وعم نحكي اليوم انه هذا الصرح ممكن انه يستقبل 3000 شخص كمان ايضا واقفين بهيدا الصرح عم نحكي عن خمس شاشات موجودين في هذا الصرح لمتابعة كل حفل التطويب وايضا بدي اذكر هون لكل اللي عم نحضرون استفيد من هالفرصة وقال لهم انه اليوم اللي مسجلين قد ما فيهم يكونوا عم يوصلوا بكير لانه كل ما وصلوا بكير كل ما رح يقدروا ياخدوا امكانتهم نحنعمل جولة سريعة انا وزميلة رامي يوسف ادي بلش هيدا الجولة من المزبح اللي عنده معنا كتير كبير اللي خلفنا واللي هو من تصميم المهندس الي زيدان عم تشوفوا بهيدا المزبح اللي مصمم خصيصا اللي هذا حفل التطويب هذا الي عم نحكي عن شكل ارزي ممكن اليوم بكل الشاط اللي عم يتخذوا عبر الدرون عبر التصوير من فوق رح نكون عم نشوف انه هو على شكل ارزي هذه القبب ايضا اللي بترمز انه اليوم البترك كان البطريارك لدويهي متل ما كنا شفنا عبر كل المسيرة اللي قام فيها عم نحكي عنا كل هيدا الفترة انه هو كان من اللي اسسوا كنيس بنوا كنيس بنوا اكتر من 27 كنيسة وبالتالي من هون عم نشوف هذه القبب عم نشوف ايضا الكتب اللي موجودة على هذا المذبح وعندها معنى انه اليوم البطريارك دويهي ما فرق بين العلم والدين بالعكس مشي فيهم بالتوازي مع بعضهم البعض وكان العلم بخدمة هذه الرسالة والبشارة اللي انفية بكل الضيعة اللي مرأ عليها ان كان بلبنان او بحلب او بابرس وقتا كان مطران نيكوسيا يعني عم نحكي عن كل رحلته او مسيرته للبطريارك دويهي كان فيها العلم ماشي بالتوازي مع رسالته المسيحية ايضا عم نشوف الاجراث عم نشوف فصورة العذراء مريم منتصف هذا المذبح منعرف كلنا اكيد قصته مع مريم العذراء اللي شفيته عندما خف نظره وقتا كان بروما وكان مجتهد بدراسته اللي بديقول اخيرا انه اليوم عم نحكي عن عدد كبير من الكهنة موجود على المسرح اكتر من على المسبح عفوا اكتر من 300 كهن اكتر من 40 مطران عم نحكي عن مطارينة من مختلف الطواقف المسيحية حضور رسمي كبير حضور للحركات الرسولية الجامعات المسيحية اللبنانيين من مختلف المناطق رح يكونوا موجودين هون رايح تفلوا بحفل التطويب عند الساعة الثامنة والنصف مساء بالضبط بتبدأ مراسم التطويب اللي رح يكون فيها مشهدية روحية عندها معنى كتير حلو يعني ما بدي احكي عن كل تفاصيلها يعني بتبدأ بازاحة الستارة ببكركيا ولكن فيها بعض تفاصيل ايضا كمان ترمز للمعنى اللي كان حاملوا البطريارك لدويهة ومن بعدها تبدأ ذبيحة الالهية اللي من المتوقع انه تكون عم توصل مدتها لغاية 12 الاربع قبل منتصف الليل هو اكيد حدث تاريخي وحدث بحاجة لقلو اليوم لبنان بكل الازمات اللي عم يقطع فيها واذا منرجع لتاريخنا الحديث اللي وانت يمكن اكتر حدا واكب كل هالوادي المقدس وكل اديسين لبنان وكل اراضي لبنان اللي اكدت عبر كل الاعمال اللي كنت تقوم فيها ادي اراضي لبنان مقدسة اذا منرجع لتاريخنا الحديث من اكد انه كل ما اشتدت الازمات بهذا الارض كنت السماء يكون عندها جواب اخر ويكون جوابها اديس من لبنان اليوم هيدا الحدث عم يرجع يأكد على هالموضوع كنت ضيفك كمان عم يحكي عن اهمية الرجوع الى الارض واذا في رسالة اليوم مهمة بدو يقلنا ياها البطريال كدويها اهمية الرجوع الى الارض وتشبث بلبنان اللي ما اراد الا انه يرجع لقلو ويبشر من خلاله وتكون كل اعماله من خلال هذه الارض واليوم الدليل هذه الاعمال كلها عم بتطلع طباو جديد على درب الاداة سائلي شكرا مريان على رسالتك شكرا على كل التقارير اللي اشتغلتها بالاخبار تابعناها شكرا على جهدك والاضاءة على جوانب مختلفة من حياة واسهمات البطريال كدويها دكتور دايما منقول ما بيلبأ لهالوطن الا الحياة هيدا وطن النور منو وطن النار والحديد هيدا وطن الاشعاع ولابد لابد ما هالبلد ينهض يزيح مش مش هالحجر هالحجار ويطلع للضو مش هيك أكيد 1965 استاذئلية تم تطويب الأب شاربيل كنا بمرحلة خطرة في مشروع اقامة وطن بديل عن لبنان للفلسطينية بال77 تم تقديس الأب شاربيل التوباوي بال77 كنا بيعز الحرب وكان فيه دم بالأرض وكان فيه تقسيم للبلد وكان فيه هايمنة من الخارج على البلد اجت تقديس الأب شاربي بتقيلنا هذا البلد باقي بالألفان وواحد كمان اجت تقديس رفقة شو عم بيقلنا لو فيه احتلال سوري ولو فيه هايمنة سورية ولكن هذا البلد باقي وهذا البلد بده يستقل بالألفان واربعة مع الحردين نفس الشي بالألفان واتمانة كمان مع أبونا يعقوب الكبوشة كمان بعزل الاحتلال السوري واليوم بالألفان واربعة وعشرين كمان أمل جديد لبنان أمل جديد أنه لبنان رح يرجع ينهض من كبوته من مشاكله من حروبه رح ترجع تنتصر الشرقية وينتصر البلد وينتصر المحبة حتى يرجع ينبقى لبنان على أسس جديدة قوية نرجع نبقى فيه نحنا أحرار أو قوية أسياد لهذه الأرض نذكر البترك صفير العظيم أكيد البترك صفير بالألفان صليب مش دايما للأبد في أيام أكيد وليتحمل كمان بيتحمل متل ما تحمل بطرك الدوية كان بالاعتداء أو بالمشاكل اللي كانت بحوطة البلد تحية لروحه الحضرة دايما رح نتابع خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر